بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أبنائي أبناء الطلاب الصف الثالث المتوسط متوسط التبوك النموذجي الأهلية أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس مادة التفسير من الوهدة العاشرة قصة موسى عليه السلام تفسير سورة طه من الآية 42 إلى 50 فهيا بنا في نهاية هذا الدرس نكون قد حققنا أبناء الطلاب الأهداف التالية وهي أن تقرأ الآيات قراءة صحيحة وأن توضح معاني الكلمات الجديدة كذلك تفسر الآيات تفسيرا سليما وتستنتج الفوائد من الآيات ننتقل سويا إلى الآيات لنستمع إليها اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى بعد أن استمعنا إلى الآيات أبناء الطلاب ننتقل سويا إلى المعاني أو المفردات الموجودة في الدرس عندنا كلمتان تانية وكلمة يفرط فمعنى كلمة تانية تضعف وتفترى وكلمة يفرط يعجل بالعقوبة أبناء الطلاب الداعي إلى الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى أمور تعينه على أداء مهمته وتبليغ رسالته ولذلك أرشاد الله سبحانه وتعالى نبيه موسى عليه السلام عندما أمره بالذهاب إلى فرعون إلى بعض الأمور التي تكفل له النجاح في دعوته لفرعون كما في الآيات التالية قال تعالى اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري أي اذهب يا موسى أنت وأخوك هارون بآياتي وحججي وبراهيني ومعجزاتي إلى فرعون ولا تضعف وتفترى في ذكري بل أكثرى من ذكري ليكون ذلك عونا لكما في مواجهة فرعون اذهب إلى فرعون فإنه قد جاوز الحد في العصيان والتمرد والتكبر اذهب إليه وقول له قولا لينا تكلم معه بكلام رقيق لين سهل لماذا؟ مع أنه جاوز الحد في العصيان وتجبر وتكبر لعله يتعظ أو يخاف من الله سبحانه وتعالى فيؤمن فقال موسى وهارون ربنا إننا نخاف أن يعجل علينا بالقتل والعقوبة أو يجاوز الحد في الإساءة إلينا فقال لهم الله لا تخاف إنني معكما بالعون والنصرة والتأييد أسمع ما يجري بينكما وبينه وأرى ما تفعلان ويفعل لا يخفى علي من ذلك شيء فأتياه فقولا إنا رسول ربك قد أرسلنا إليك فاترك بني إسرائيل وخل عنهم وأطلقهم ولا تعذبهم وتتعبهم في العمل لأن بني إسرائيل عند فرعون كانوا في عذاب شديد يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم ويكلفهم من العمل ما لا يطيقون قد جئناك يا فرعون بآية ودلالة ومعجزة من ربك وهي اليد البيضاء والعصى فأسلم يا فرعون لأن السلام من عذاب الله لمن اتبع هداه إنا قد أوحي إلينا من الله سبحانه وتعالى أن العذاب على من كذب بآياته وتولى وأعرض عن الإيمان بدينه فكان رد فرعون عليهم منكرا لوجود الله سبحانه وتعالى فمن ربكما يا موسى قال له موسى ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه أي أعطى كل شيء صورته وشكله الذي يناسب وظيفته فأعطى مثلا العين الهيئة التي تناسب الإبصار وأعطى الأذن الشكل الذي يوافق الاستماع وهكذا من بقية خلق الإنسان ثم أرشد إلى كيفية الانتفاع بما أعطى من ذلك أبناء الطلاب هيا بنا لنستخرج الفوائد من الآيات في هذه الآيات فوائد عدة أهمها أولا أهمية ذكر الله سبحانه وتعالى في تسهيل المهام والإعانة على مشاق التكليف ثانيا مشروعية استعمال اللين والرفق في الدعوة إلى الله تعالى حتى مع أشد الطغاة وهو فرعون ثالثا إثبات معية الله سبحانه وتعالى لأوليائه وصالح عباده بنصرهم وتأييدهم رابعا بيان أن السلامة من عذاب الدنيا والآخرة هو لمن اتبع هدى الله سبحانه وتعالى خامسا بيان كبر فرعون وطغيانه وتجبره وعصيانه سادسا بيان معنى من معاني ربوبية الله سبحانه وتعالى لخلقه ننتقل سويا إلى الإجابة على التقويم في السؤال الأول نبين بعض المعاني الموجودة لدينا تانية وكلمة يفرط وبآية معنى كلمة تانية تضعف وتفترى كلمة يفرط يعجل بالعقوبة بآية دلالة ومعجزة في السؤال الثاني في الآيات إشارة إلى فائدة من فوائد ذكر الله سبحانه وتعالى ما هي أحسنتم وهي تسهيل المهام والإعانة على مشاق التكاليف في السؤال الثالث كان بن إسرائيل عند فرعون في عذاب شديد ما نوع هذا العذاب؟ كان العذاب أنه يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم ويكلفهم من العمل ما لا يطيقون في السؤال الرابع اشرح قوله تعالى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدع المقصود من هذه الآيات أي أن الله سبحانه وتعالى أعطى كل شيء صورته وشكله الذي يناسب وظيفته فأعطى العين الهيئة التي تناسب الإبصار وأعطى الأذن الشكل الذي يوافق الاستماع وهكذا في السؤال الأخير استخرج فائدة من قوله تعالى قال لا تخاف إنني معكما أحسنتم إنها إثبات معية الله تعالى لأوليائه بالنصر والتأييد في ختام هذا الدرس أبناء الطلاب أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم وأن يعينكم وإلى لقاء آخر في درس آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته